طنين الأزن أو سماع صوت أصوات داخل الأزن من المشاكل المهمة جدا اللي كتير مننا بيعاني منها وبعايز يتخلص منها في الفيديو ده بإذن الله هتكلم فيه عن مشكلة طنين الأزن وأسبابها وأفضل تمن تمارين لعلاج طنين الأزن عايز تعرف كل المعلومات دي وأقوى تمن تمارين تابع معنا الفيديو الآخر ولو أول مرة تشوفنا في القناة وأول مرة تزورنا ما تنساش تفعل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك منا كل جديد وإشعار بكل حلقة وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس وتعمل شير عشان أكبر عدد من الناس يستفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية فيديوهين من فيديوهاتنا المهمة جدا لصحينا هتكلم فيه عن مشكلة مهمة جدا هي مشكلة طانين الأزن أو سماع أصوات داخل الأزن بدون أي مصدر خارجي ما بيكونش فيه أي حاجة حوالينا عاملة صوت وبنسمع صوت داخل الأزن والأصوات دي بتبقى عبارة عن تصفير ممكن نحس التصفير أو صفير داخل الأزن ممكن نحس برضو برانين حاجة بترن داخل الأزن أو ممكن نحس بنقر أو حاجة بتنقر داخل الأزن والأصوات دي ممكن تعلى جامد تزيد شدتها وممكن تقل شوية ممكن الأصوات تبقى متواصلة بصفة مستمرة وممكن تبقى متقطعة ممكن تصيب ودن واحدة أو ممكن تصيب الأذنين مع بعض تصيب من 15% ل20% من الناس والطنين هي أنواع ممكن يبقى طنين شخصي يعني الشخص فقط هو اللي بيحس بالأصوات دي محدش بيسمعها غيره خالص أو طنين موضوعي ممكن الشخص والطبيب بتاعه يسمعوا نفس الصوت كلمنا عن أسباب طنين الأذن أسباب طنين الأذن ليه أسباب مهمة جدا لازم نعرفها أول سبب وأشهر سبب التعرض لضوضاء عالية أو صوت عالي جدا زي العبما اللي بيشتغلوا في مصانع وبيسمعوا أصوات عالية من الماكن وزي الناس اللي بتلبس سماعات في الودن بيسمعوا فيها الموسيقى بصوت عالي وده من المشاكل المهمة جدا اللي بتعرضهم لطنين الأذن وكمان الاكتئاب والضغط النفسي والتوتر بيقدي إلى طنين الأذن وكبر السن والتقدم في العمر وكمان شد عضلات زي الرقبة أو شد عضلات الفك بتأثر على أصاب الودن وبتعمل برضو مشكلة طنين الأذن وبعض الأدوية زي أدوية التهابات ومضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب ومدرات البورن ومدموع من الأمراض المهمة جدا اللي بتؤدي برضو إلى طنين الأذن زي أمراض الأذن زاد نفسها أو مشاكل في طابلة الأذن شامع الأذن إفرازه زيادة وعمل انسداد في الأذن برضو وشامع الأذن اللي بيحمل أذن من الأتربة ومن البكتيريا وأمراض زي أمراض القلب وأمراض العوعية الدموية ومرضة السكر وكمان مرضة ارتفاع ضغط الدم والناس اللي عندها انيميا والناس اللي عندها مشاكل فيه الغدة الدرقية ونقص بيتامين باتناشر نازلة برد شديدة اتعرضنا لها وممكن دي بعد كده على طول بعد نازلة البرد دي ان احنا نحس بطانين الازن بعدها مباشرة طبيب مهمة جدا عشان يبدأ يحط لنا خطة علاجية لمشكلة طانين الازن لو المشكلة دي مطولة طانين الازن اكتر من اسبوع متواصل ما اتضعبش لو مشكلة طانين الازن عاملنا لنا اكتقاب وضغط نفسي وتوتر وقلق ومش قادرين ننم منها لو مشكلة طانين الازن جات لنا بعد نازلت برد جديدة لو مشكلة طانين الازن حاسين الصوت الاسوات اللي في الازن اللي احنا سميناها سمينا معها ضربات قلبنا ده لازم نتجه فورا للطبيب علشان يعملناها الخطة العلاجية. النهاردة هتكلم عن اقوى تامن تمرين بازن الله هتعليك لنا مشكلة طانين الازن وهتقللها بطرها جبيرة جدا التمرين دي بتعتمد على او هندغت على نوعات معينة اسمها الضغط الابري هندغت عليها بصوابعنا هدف التمرين دي ايه بالزبط ان الجسم بتاعنا بيبقى فيه خطوط للطاقة او مسارات للطاقة الجسم بتاعنا ما بيتعرض لمرض معين خطوط الطاقة دي بتأثر وبيحصل مشاكل في الجسم وبيعدي الى مشكلة معينة تظهر في الجسم ومنها مشكلة طانين الازن هندغت على مسارات الطاقة الخاصة بمشكلة طانين الازن وبازن الله مشكلة طانين الازن هتقل بدرجة كبيرة جدا اول نقطة مهمة جدا هندغت نتكلم عنها هي النقطة في اعلى حتة في الازن في الشكل ده في المنطقة دي بالزبط هندغت عليها بصوبعنا ممكن السبعين دول او ممكن السبعين دول بالشكل ده ممكن نعمل عليهم مساج بشكل دائري لمدة عشر مرات كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبعدين اريح سانيتين وممكن عيده تاني واحد اتنين تلاتة اربعة الى كلمة عشرة وبعد كده اكرره لمدة عشر مرات والنقطة التانية هتبدأ ندخل فيها في الجزء اللي هو الغضروف في النص الودن في المنطقة دي بالزبط في الكرب اللي هو داخل الودن فيه غضروف كده حاجة زي الغضروف او الاروشة الصغيرة هندقط عليها برضو بالصوبع ده او الصوبع ده وبنعمل مساج برضو بطريقة دائرية لمدة عشر ثواني زي ما بعمل من واحد اتنين تلاتة الى عشرة وبعدين بريح سانيتين وبعد كده برجع عيد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الى عشرة وريح سانيتين ونكر اكرره عشر مرات امرين التالت المهم جدا هنستخدم فيه برضو الضغط على النقطة دي او جلدة الازم من تحت بالشكل ده هنا او هنا هدخلها بالسبعين دول مع بعض مسلا وحب ده اعمل كده برضو بعمل مساج بشكل دائري عشر مرات يعني بعد من واحد غاية عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة وريح سانيتين وبرضو برجع تاني اعمل عليهم من واحد برضو لاتنين لتلاتة لاربعة بخمسة الى عشرة وريح سانيتين ونكرره نقطة الرابعة المهمة جدا في نفس النقطة بتاعت جلدة الازم من تحت بس هشدها لتحت والفوق بالشكل ده انا هشدها لتحت كده والفوق مع بعض الو ادنين مع بعض بشد لتحت وفي الفوق اشد لتحت والفوق شدة مش قوية جامد ولا ضعيفة قوي لأ يعني شدة متوسطة لتحت والفوق كده مرة وبعدين بعمل تاني لتحت والفوق لغاية ما بوصل لعشر مرات وبعد كده ببدأ ريح سانيتين وبعد كده برجع تاني اكملهم وراء بعد لمدة عشر مجموعات وبعد كده بريده والتبريد الخامس المهمة جدا لعلاج مشكلة طانية الاوزم هنبدأ نضغط فيها على نقطة بره الاوزم بالزبط على الخط بتاع الاوزم اللي هو ده من بالزبط هنفتح بوقنا ونقفوله هنحس ان في عضمة تتحرك في الحتة دي في عضمة تتحرك دي فالعضمة اللي احنا حسنا بها دي هضغط عليها بالسبعين دول او السبعين دول عشر مرات بعد من واحد لغاية عشرة مساج دائري عليها بعد ما بوصل لنقطة الرقام عشرة بابدأ اخد ريحة سانيتين وبعد كده ارجع ادلكم عشر مرات برضو ممكن بالسبعة ده او الصبعة ده وبعد كده بريح وبكرارهم عشر مجموعات والتمرين السادس المهمة جدا او النقطة ستة اللي بتاعلي بتغانيني الاوزم نفس النقطة اللي كنا عليها على التمرين خمسة اللي هي في نص الاوزم او الخط بتاع الاوزم من برة وانا بفتح الفك الفوق والتحت بحس ان في عضمة تتحرك العضمة اللي بتحرك دي بحط زباية عليها بالزبط السبعين دول او السبعين دول بالزبط وببدأ اضغط عليها ضغطة وبفنفس الدخة الوقت اللي او انا بضغط عليها بفتح الفك الفوق وبعدين برتاح وبعدين بكرر التنبيين عشر مرات نعملها مع بعض كده او الصبعة ده لغاية اما بوصل الرقم عشرة وببدأ ريح بكررها برضو عشر مجموعات كل مرة بعد من واحد لغاية عشرة النقطة السبعة المهمة جدا هتبقى من خلف الاوزم عند الجلدة بتاعت الاوزم بالزبط دي في منطقة الشعر اللي هي من ورا دي العضمة اللي وراها او العضمة اللي ورا منطقة الاوزم في الشكل ده ببدأ حط السبعين اللي اتنين عليها وبعمل تدليق ورا الاوزم بالشكل ده جامد جامد بعد من واحد لغاية عشرة بعد من واحد لغاية عشرة وانا بعمل التدليق ده مستمر وبعدين بريح سانيتين وبعدين برضو بعمل تدليق مستمر عشر ثواني وريح وكررها برضو عشر مرات المتمرين التامن والاخير برضو على نفس المنطقة بتاعت الاوزم من برا بس بدل ما كنا ورا جلدة الاوزم من هنا لأ هنبقى ورا الاوزم ورا اعلى حتة في الاوزم اهي على الشعر من وراها بالزبط الجزء ده ببدأ اعمل تدليق في النقطة دي بالزبط برضو نقطة اهي. بابدأ اعمل عليها تدليق 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 عشر ثواني ورايح سانيتين. وبعد كده بارجع تاني اعمل تدليق وراء الازن وراء اهلا حتة في الازن. بابدأ اعمل تدليق عليها عشر ثواني وبعدين برايح. الله لو عملتوا التمارين دي التمن تمرين دول بانتظام باذن الله هتبدأ مشكلة التمارين الازن باذن الله هتقل بدرة كبيرة وهتحسن باذن الله معاكم. صحيح مهمة جدا برضو. لازم نقلل برضو التوتر والضغط النفسي والقلق. ناكل نظام غذائي صحي دايما عشان برضو بيحسن صحتنا. نشرب مية بانتظام لان ده كله بيصب فيه علاج مشكلة برضو تانية الازن. تقليل الضغط والتوتر والاكتئاب. تقليل برضو الاكلات السريعة والاكلات المحفوظة والاكلات المعالبة. واعتمد على نظام غذائي صحي. واشرب مية اتنين لتلاتة في اليوم. وحاول اخرج وامارس الرياضة. في مكان في اكسوجين وهوى ده كله بيأثر علي. بيزود هرمون السريطونين هرمون السعالة. بيقلل لنا برضو مشكلة طانين الازن. مع الوقت بازن الله. وبتحسن بدرجة كبيرة جدا. وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهي يا رب تكونوا عرفتم معلومات مهمة عن مشكلة طانين الازن واسبابها. وطرق علاجها والتمارين المهمة جدا علاجها. اي حد ليس سؤال بإذن الله في التمارين او اي مشكلة يسيبها لي بإذن الله في التعريكات او اي اختراح في فيديوهات جديدة بإذن الله يسيبهولي في الكومنتات. وبإذن الله ربنا يقدرني وعملها يا ربي دايما انتكونوا بخير وبصحة وعافية. كنت معكم دكتور رحمة مكاوي. دكتور العلاج الطبيعي والتخزيح. ما تنساش تفعل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل نبيل ويشعار بكل حلقة. وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدم الناس. وتعمل شير عشان أكبر عدم الناس يستفيد. وبإذن الله لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمة جدا جدا وسعيدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.